حادثتين مختلفات في تايوان كلهم بطاريات آيفون 8 ينفخوا ويخربوا الجهاز بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة التي ستجنيها سامسونج من جهاز آيفون X وأكيد يجب أن نتحدث عن التوجه الكبير في السيارات الكهربائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبكم فيصل السيف ومن ستوديو زين وأخبار كثير رائقة هذا الأسبوع وأول خبر عن القرار الكبير تتخذوا صناع السيارات بتبني ضخم للسيارات الكهربائية وأن 20 سيارات جنرال موترز تنتجها خلال كم سنة كلها تكون أشياء مخصصة أو سيارات كهربائية أيضاً سيارات هاجينة فهذا توجه جداً كبير وتلاحظوا أن حتى في مجال التقنية نلاحظون أن السيارات تصبح أكثر تقنية أكثر تلقائية القيادة وملاحظون أن هناك شبكة تك بيلز وشخصياً أحاول أن أغطي لكم السيارات والأشياء التقنية فيها بشكل جديد شكل كويس يعني صلنا سنتين على الموضوع وكل مال الموضوع يكبر أكثر ودوبي كنت في الأردن يعطيهم العافق كل الشباب النجامل في الأردن والضيافة الخرافية التي حصلنا عليها وأيضاً كنا مع وكيل بي ام دابليو في الأردن ليس في السعودية في الأردن الذي هو أبو خضر فكنا مع نفس أبو خضر الوكيل وجولة كانت في أماكن جميلة في الأردن بمجموعة سيارات كلها هجينة مع الآي 8 فكانت شيء رائع سلسلة الثالثة الخامسة السابعة مع الآي 8 في تقرير تحييكم بإذن واحدة فهذا يثبت أن التوجه للسيارات الهجينة والكهربائية توجه ضخم بالإضافة إلى تاربكم معكم إن شاء الله من اليابان وسيارة جديدة من شركة نيسان اللييف وبعض الشركات التي كانت جزء من قرار الصناع الكبير أيضاً نتكلم على فورد نتكلم على تيوتا نتكلم على فولفو نتكلم على او دي وسيارات كثيرة فما عليش يعني واضح إنه الوضع سيكون جداً خرافي وموري زي العسل بمعنى يبادي من سنتين قاعد أجيب لكم تقنيات سيارات ومور زي الفل بإذن واحد أهد سنطلع من مود السيارات قليلاً ونتكلم على نسخة الفيسبوك ميسنجر لايت التي ستطلقها نفس فيسبوك فنتكلم على نسخة ستوفرة في أمريكا وفي بريطانيا مبدئياً وبعدين ستشرحها للعالم النسخة المخففة هذه الميزة فيها لا يوجد مسألة السنابات والشاتات التي تطلع فيها نفس المسنجر بالإضافة إلى أنها تركز على استخدامات أقل للبيانات فنستطيع أن نقول أن النسخة هذه عندما تأتي هنا توقع كثير من الناس بيطلعوا من المسنجر العادي بيصيروا مسنجر لايت فمتى ما أجدت أيضاً نعطيكم خبر ونرجع للسيارات ونقول أن نيسان عندهم مع التقنية وما التقنية ستجعلوا الكراسي فيها حساسات للعرق ماذا الهدف منها؟ أنها ترى نسبة التعرق لتنبهك وأن تصبح لك نقص في المياه في الجسم وأن تقول لك أن يشرب مياه يعني كل الأجهزة واليابانيين يخترعوا ويطوروا لكي يقول لك انتبه نقصك مياه والقيادة أثناء قلة الماء في الجسم شيء صعب وشيء ليس جيد نذهب إلى الخبر عن الدرونات فبالتأكيد السباق الكبير الذي سيحدث بين اليابان وأمريكا تخيلوا أنه سيعبر الدرونات وتحدي ضخم تم الإعلان عنه من الذي يمكن من التقنية والشركات التقنية الكبير يطور الدرون ويقدر يقطع الباسيفك في مسافة تصل إلى 3800 كيلو متر يعني الدرون يطلع بدون ما يشحان بدون ما يسوي شيء في منتصف الطريق ويوصل من نفس الطرف للطرف الثاني وحوالي 3800 كيلو وعلى طول الشركات التي تقبلت التحدي هي آيروباتيك الظاهر وهي شركة يابانية وأيضاً هناك شركات أخرى توري تصاميمها ويقول نعم أنا أبغى هذا التحدي للتوضيح كان هناك تحدي ثاني موجود هذا التحدي كان أيضاً على عبور منطقة هي 70 كيلو أو لا آسف كانت رحلة 72 ساعة وبالفعل درون يستطيع عملها بدون ما يحتاج لتعبية بطارية وتعبية وقود وهذا شيء أيضاً توجه جداً بطل فملاحظين التقنيات ليست فقط في الجوالات والحاسبات والتقنيات في الدرونات في السيارات الشيء جداً كبيراً هنا أرجع للسيارات وتكلم أن شركة مرسيدس بنز عندما نتكلم عن تطور الكبير في الدرونات وتبنيهم لهذا التطور نتكلم عن نظام التوصيل الذي يطبقوا وبدأوا في 28 سبتمبر كانوا في 28 سبتمبر بدأوا هذا النظام في درونات تطلع من ظهر فان وفوق فان وتوصل طلبات إلى مكان ثاني أيضاً بوجود فان ثاني ولذلك مرسيدس بنز وهذه الشركة سويسرية المتحدين سيكون مسألة خرافية في توصيل معدات، توصيل الأكل، توصيل الطلبات وننسى الحالات الطارئة التي تم تبنيها في سويسرا ونتكلم عن توصيل الدم عندما تتكلم عن تبرع بالدم أو شيء، سيكون الدرونات خرافي لا يوجد عوائق أو شيء، درون يطلع من مكان لمكان وانتهينا لا إشارة توقف عليها، المريض يصل إلى الشيء الذي يحتاجه بشكل سريع وشيء جداً خرافي لكي أوضح شيء من ناحية التوصيل بسيارات المرسيدس بنز يعني من فان لفان، ما هو الفكرة من الموضوع؟ الموضوع أنه عندما يطلع الدرون، يطلع الطيارة الرباعية تطلع من نفس المستودع وتتوجه لسيارة المرسيدس بنز الفان اللي عليها مهبط الدرون وهي تكون مواقفة جنب بيتك أو قريب بيتك أقرب نقطة لبيتك هي هذه السيارة فالدرون سيطلع من المستودع على هذه السيارة ويهبط على ظهرها ويأتي الكابتن عن السيارة ويقول لك هذه المضايا حقاتك موجودة فالطلبات ستصل بشكل مكثف لهذه الفانات للناس اللي يحول نفس المنطقة فسيصبح الفان بدون الحاجة إلى متجر هو نفسه اللي يستقبل الطلبات ويكون موجودة عنده ويصبح يخدم نفس الحي شيء جداً بطل لأنه تستطيع أن تنقل مكانه لمكان ثاني الفان يذهب إلى مكان ثاني ويخدم ناس من فئة ثانية شيء جداً بطل يعني تخيلوا الحي الفلاني ماخدون ثلاث ساعات والحي ذات ثلاث ساعات والفان ينتقل من مكان لمكان فكرة بطلة تبني الـ AR بشكل جداً كبير قاعد يحدث ولكن ما قاعدين نشوف خطوات بطلة من شركة أبل بس اللي بدأوا يستخدم النظام التشغيل الـ iOS 11 بدأوا يشوفوا فيه تطبيقات مرة رائقة في الـ VR على نفس أجهزة الآيفون وإذا انت عندك آيفون 8 بلس أو آيفون 7 بلس اعرف ان وجود الكاميرتين أيضاً سيساعد بشكل جميل من ناحية الـ AR وصفاوة الـ AR والمكان يدي كلها ننتظر الآيفون X ونشوف مع الآيفون X بإذن الله ما هي الأشياء البطلة اللي سيقدر يعطيناها في الـ AR فشيء جداً جميل وننتقل لشيء ثاني مع الـ AR والواقع المعزز ونتكلم عن سناب شات سناب شات جوا وسوّلنا زي التشويقية وعداد وقتي قاعد ينزل انه فيه فعالية جداً ضخمة او فيه تحديث بيطلعوه في النهاية طلع هذا التحديث انهم دمجوا او نقدر نقوله استحدثوا بعض المجسمات الكبيرة باللونات الكبيرة وضعوها في بعض الحدائق الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم الظاهر فالفكرة انك انت تشغل بـ سناب شات وتشوف البلون الموجودة تتصور معها سناب شات يحاولوا بشكل كبير ويسووا اشياء مبهرة بعضها تكون رائقة بعضها للأسف تكون نوعاً ما شوفها عادية يعني اوكي يعني ما عليش بأعنى ونذهب هناك أساس تجرب ما هي ميزة كبيرة يعني تلمس احتياجاتي يوم بيوم مع سناب شات فيمكن اتوقع سناب شات تحاول تصير كيوت اكثر تصير رائقة اكثر علشان المنافسة الكبيرة تصير من انستجرام انستجرام ستوري وحش صاير والحين نصل الى اخبار سامسونج وابل والشركتين الكبار اللي يبهرون بأشياء كثيرة فأول حاجة نتكلم انه نعم فيه سيكون جهازين للـ S9 حسب التسريبات اللي بدت وباقي حوالي 210 ايام للمؤتمر نفسه نتكلم على 200 يوم حاجة زي كذا فأردي نتكلم على الـ S9 الـ S9 سيكون واجهة كلها اكثرها شاشة الى الحواف تمتد اشياء كثيرة بطلة موجودة في الـ S8 ستنتقل للـ S9 ولكن يظل افكر انه ايش الشيء اللي يبهرون فيه بشكل اكبر هل اخيراً سينزل ستيريو سبيكر سماعات تكون ستيريو على نفس الهاتف هل سيقدروا يضبطه؟ لا ادري الجوال ممتاز جداً يا جماعة الجوال جداً ممتاز ونوعاً ما هو وكثير جوالات في الاندرويد الحين ممتازة الـ HTC ان شاء الله الـ HTC الجديد شاشة اكبر للحواف الـ Sony شاشة اكبر للحواف الجي سيكس بطل بس انه يتوفر يضعه فيه خصائص اكثر وتقنيات زيادة شوي من ناحية الكاميرا نتحدث عن مسألة هواوي الجديد شاشة للحواف هل ترون؟ هناك اكثر من شركة شاشة للحواف وهذا الشيء الذي سامسونج سبقت الكل وضعه ويضاً الجي سبقه وضعه شاومي ولكن شاومي موجود في سوقنا لا أدري المهم الـ S9 سيكون شيء جيد ونتمنى انه تعرفوا على تويتر نضع تويتر اذا جاء الـ S9 ماذا تبغوا بالضبط يكون خصائص موجودة في الـ S9؟ ماذا هي الشيء البطل الذي يريدكم في الـ S9؟ وبالفعل دعونا نتناقش ونتمحور عليها ونعرف بالضبط ما هي الأشياء التي نقصنا فيها الـ S9؟ خبر ثاني يقول لك ان شركة ابل تكسب سامسونج كثير من ايفون اكس الجديد للتوضيح ايفون اكس الشاشة المزود للقطع هو سامسونج عندما تزود قطع للناس هي تنتجها وتعطيها للناس فهذه القطع لا ستمر بخط تسويق وخط تغليف وخط علب ولم يحدث شيء هذا كله مجرد انتج اضع بكاراتين وعطيهم انتهينا اضع 200 شاشة في كرتون وعطيها لطالب الطلب طالب القطع الذي نتحدث عن ابل فنتحدث عن ان ايفون اكس من هنا لعام 2019 متوقع تصنيع 130 مليون واحد منهم لو قلنا ان كل واحد من هذه الجوالات سامسونج تكسب على الشاشة ربح 110 دولارات هذا صافي الربح الذي يطلع لها بعد ما يأخذوا قيمة تصنيعية لنفس الشاشة لان سامسونج تصنيعها الشاشة اذا نتحدث عن الرقم الذي لا يستطيع ان تقوم به على الشاشة فنتحدث عن ربح جدا كبير يأتي لسامسونج هذا الربح اكثر من ربح سامسونج في بعض القطاعات الاخرى نسبة وتناسبة من مسألة كم اصرف تسويق كم حصرف دعاية كم حصرف تغليف لماذا انه بالفعل كما قلت لكم في البداية انه قطع تم تصنيعها من المصنع لأبل لا يوجد انه يصنع الجوال واختبارات والتحديات ويضع قطع كثيرة بالفعل سامسونج يمكن تكسب بشكل جدا مجنون نتائج المالية للربح الاول عام 2018 ونتائج المالية للربح الاخير عام 2017 هذا ان شاء الله بالسنة القادمة باذن واحد احد عندما نرى سامسونج نعرف هل بالفعل كسبه ام لا اذا انت قاعد تذهب للموجة والويف حق سامسونج ابل احسن من ابل اضعنا لكم فيديو حقائق عن ابل وحقائق عن سامسونج سامسونج تصنيع اجهزة وتصنيع اشياء منها تصنيع الشاشات وفي الفيديو الذي قامنا قبل كم شهر تكلمنا انهم يسيطروا على حوالي 95% من سوق شاشات الاموليد فالرقم هذا تغير بشكل جدا كبير ويمكن النسخ الجاية من الحقائق نصير نشمل الرقم هذا كلها اضعنا لكم اياه في الرابط الان اذهب الى ابل اتكلم عن الجوال الذي في الصين تم بيعه وجاء واحد تغريدة عليها وهذه التغريدة تم اكتشافها من احد الصحفيين الصينيين وقال ان يقوم بعمل مع الشخص الجهاز هذا مصنع في احد المصانع التايوانية من ابل الذين يصنعوا الاجهزة ليس الصين لا تايوان تم تصنيع الجهاز والذي هو روز جولد ونتكلم عن نفس نسخة روز جولد الايفون ايت البطارية انتفخت فك الجهاز وحطت الشاحن وصارت اشياء قالت ان استخدمت الشاحن الاصلي نفس اللي اشترت الجوال فقصة طويلة عريضة على الموضوع وايضا تم اكتشاف حالة ثانية على نفس الموضوع وطلع نفس الجوال هذا مصنع في الصين فلا نقعد الحين نحكم والايفونات تنفجر لا 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 ابدا مو كده بعض النسخ في هذا المصنع الظاهر هي اللي صار فيها مشكلة فيبغانا ننتظر ونتحرى واذا بتقول شركة ابل بالضبط لما يسوي التحقيق حقهم علشان نعرف وين القطع هذه قادة يصبح فيها مشكلة واذا المشكلة بالضبط واذا السالفة يعني عشان نرتاح وخبر أخير عن ابل لما نتحدث عن المعالج اللي جاء في الايفون 8 بلس وايضا الايفون 10 المعالج هذا هو ويف الجديد المستحدث في المعالجات يمكن هذا المعالج هو يكون المعالج الثابت اللي سيأتي في بعض اجهزة الماكبوك فتخيلوا ان المعالج كان قدرته جدا عالي لدرجة انه يمكن هذا المعالج يتم استحداثه ووضعه في اجهزة الماكبوك نفسها شيء جدا كبير لما نتحدث عنه بالذات ان هذا المعالج هم حطوه خصصه لمسألة الاي اي والارتفائش الانتليجنس وتوجههم في الذكاء الاصطناعي نفس شركة ابل فشيء بطل وشيء رائع واكيد الحين لما نتحدث عن مؤتمر جوجل رأينا الاجهزة ولملخص وكل شيء يظهر عليكم فيديو عليه وايضا لما نتحدث عن المايت 10 للأسف لا سيكون موجود في ميونيخ وقت المؤتمر ولكن سيكون في مؤتمر ثاني عالميا ولكن اكيد التغطية اول باول تكون معاكم باذن واحد احد واذا تريدون تعرف اين بالضبط وقت هذا المؤتمر اضطيت لكم هنا عندكم سناب فمن خلال سناب تستطيعون تعرف بالضبط اشكاعد اسوي في نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته